من خير القرون جامعا وشرحه في المجالس ووداه للأمة مشكورا مأجورا وأنا أقول لك لو حفظت عن نبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصدقت في تبلغه كان سبب نجاتك بذل واحد لحد يقول تميم في صحيح مسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة تكرر الكلام ثلاثا ليثبت قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولي رسوله ولي أمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ماذا أبقى هذا الحديث ماذا أبقى من الفيوضات ومن النصح ومن الإرشاد ومن البركة والتوجه الدين نصيحة يعني أنك تنصح أنك تكون ناصح لله كيف تنصح الله أن تكون ناصح مع الله قال العلماء بتحقيق عبوديته وتوحيده والقيام بتوحيد الربوبية والولوهية والصفات وطاعاته سبحانه وتعالى واجتنام منها هذا النصح لله سبحانه وتعالى النصح لكتابه كيف قال أن تتلوه على الوجه المبنى واللائق به الذي يريده الله وأن تعمل به وتقوم بحقوق الخمسة حق الحفظ ما تيسر التدبر التلاوه على الوجه المطلوب العمل به الاستشفاء معظم زاد سادس التحاكم إليه حق النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه أن تصدقه فيما أخبر وتتبعه فيما أمر وتجتنم ما عنه نهأ وزجأ وتصلي عليه دائما وأبدا حقه صلى الله عليه وسلم خمس الإمام به العمل بسنة صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تبلغ رسالته الصبر في الأذى في ذلك ونصح لأمة المسلمين قال أن تنصحهم النصحة النصيحة الشرعية اللائقة التي تقوم بالمسرحة يعني تنصح الوالي نصيحة أن تقوم بالمسرحة يعني تؤدي له وأنك لا تنزع يد من طاعة وأنك لا تسعى في شق العصر وأنك لا تفسد في شيء يضر بجمع الشامل للناس وإنما تنصحه بالكتاب والسنع بالطريق الشرعي ولعامتهم قال أن تنصح عامة المسلمين بما تنصح به نفسك تحب لهم الخير تحب بما تحب نفسك وتكره لهم من الأذى والشر ما تكره لنفسك فتنصح العباد الله من أعظم النصحة يا أخوة لمن قصر مع المسلمين مع عامة المسلمين أدعاء لهم دائما وأبدا وأنا ما رأيت أسلم لصدر الإنسان من أن يستمر دائما دعاء يدعو للمسلمين المسلمات في صلوات وغير الصلوات الله مغفر لي والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات تلحياء منهم والأموات لأنهم إخوانك أصلا في العقيدة إخوانك في الدين إخوانك في عبودية الله إخوانك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استغفرت لهم غفر الله لك في بعض الآثار ذكرها الحافظ وغيره أنك إذا استغفرت المسلمين والمسلمات كتب الله لك بكل مسلم مسلم حسن وليس على الله بعزيز فإنه كريم سبحانه وتعالى الاستغفار قال هنا الدين النصيحة انظر النبي صلى الله عليه وسلم يكرر النصحة للناس أقول لكم والله لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مثل هذا الحديث العلم أنه نبي من عند الله لم يكرأ لم يكتب لا شيخ لا مدرسة لا كلية ثم يأتي بهذه الحكمة العظيمة التي تكون قاعدة من قواعد الإسلام في سطر واحد ويشرحه العلماء في خمسين صفحة يا أخي بعض الشرح شرح هذا الحديث في ما يقارب خمسين صفحة حديث واحد حتى يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلمة ورد عنه اختصر لي الكلام اختصار سبحان الذي أعطاه سبحان الذي من عليه يقول الزبيري وإذا يقول الزبيري يقول السماوات شيقات الضماء والفضاء والنجوم والأنواء ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من العفاية في القصيدة ثانية وقال شوقي وإذا خطبت فللمنابر هزة تعروا الندي وللقلب بكاه سبحان من أعطاه في وضاة ربانية في سطرة قال الدين يعني نتذكر التطبيق هذا الحديث في حياتنا ونكون رضي الله عن تميم الدار ينبلغ لنا هذا الحديث الذي نفع العلماء ونفع الولاء ونفع الأمة وأخبرا بأن نصح الصادق الصحيح أن تنصح لله بقيام عباد عبودية سبحانه وتعالى في نفسك قم بهذا الحق انصح لنفسك مع الله سبحانه وتعالى حقك الربوبية والنهية والاسماء الصفات حقك الطاعة انصح للقرآن حقوق القرآن وين حقوق القرآن الخمسة قمت بها قمتي بها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة هل سألت نفسك يوم ما جلست وحدك هل أديت حق محمد صلى الله عليه وسلم عليه الذي جاهد وهاجر وأوذي بي أبيه صلى الله عليه وسلم وأدى لنا حقوق الولاء حقوق العامة المسلمين تقبل الله منه ومنكم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه